بكل بساطة اسمع موضوع الحظ هل بيلعب دور؟ أنا لا أعتقد أنه في حظ أنا متأكد فيه ناس رح يزعلوا من الكلام اللي بقوله أنا برأيي ما في حظ اعمل اعمل واستمر بالعمل وضلك لو تحسن بسيط كل يوم واستمرارية الاستمرارية إذا استمرت أهم من الحظ أنت كنت أصلا مموجود أهم من الحظ شني بحبك بس ترقس كيك حلو الله حياك الله الله يحليك شكرا لك قبل ما بلاشت البودكاست أنا تعلمت عندك كثير أشياء والله يعني مش عارف إذا بقدر أقول أنه أتعلمت ولا لا بس يعني أنه دايما بحس التعليم طرفين وهذا شيء اللي قلت لها صحيح أنه الناس تعلمون بعض المفروض بس يمكن ممكن الناس يتقبلون هذا الشيء يعني ألتقيت بالناس يقول لي أنا لا تعلمني أيش ولا تنصحني ولا تقول لي أي شيء وخلص يقول خلص أنا عارف شو لازم أسأل الله يوفه للأسف هذا الشاب اللي بقولك عليها مثلا مثال ببالي خسر شغلة بفترة من الفترات بسعب ربي ممكن هذا المايندسيت هو لو تفكر فيها أول شيء شكرا للاستضافة أنا متشرف بصراحة حب وجودك هنا جميع جميل جماعة فيه فيه مية تخيل هون موجودة بس لا ترى لأنه ما راح تشوفوها بس فيه ليمون جوا صح عفوا كنت بتقول لي أنه ما بتعلم ما بدو يتعلم وخسر شغله هي الفكرة أنه توقع تخيل لو العالم تخيل لو العالم كلهم عاديين مع بعض متفقين على كل شيء كل شيء بلاش العالم صغرها على جلسة انت قاعد مع مجموعة تصدقاء وشو بتقول كلهم ملل صحيح تم صحيح غير الملل ما ليش تقول لي شو المحصلة من جلستكم الثلاث اربع ساعات يا شو استفد اللي دخلت فيه من معلومات ووجهات نظر وقناعات طلعت فيه بعد اربع خمس ساعات ما اختلف اي شي عندك يا قريم انا صار معايا الموضوع هذا يمكن نفسه لما كنت التقي بناس في فترة من حياتك كنت اريد التقي بناس يشبهوني بالتفكير وتعرف على اصدقاء بهذه النوعية لما كنت انا بلشت رحلة التطوير الشخصي خلينا نقول بعد ثاني وثالث شخص التقيت بي وكنا نتفق على نفس الاشياء بدأت احس بالملل لا مو هذا الشيء اللي اريده اريد اتقي بناس يكونون عشان اتعلم من اتهم وهذا الهدف يعني انا لان انا اتصلت لك ويمكن الفكرة بالي انه انا اريد دائما اتعلم من الضيف وحاول اطلع من عنده اكثر مما استطيع بالناسبة وممكن اقول لك شغلة انت اصعب ضيف انا سويت اعداد للاسئلة الى ليش ما عارفش اسألك يا اخي ليه اي شيء انا عارف ورح مسأل شو يعني يمكن هذه اكثر حلقة من شن القصة رح تكون عشوائية لان انا وطارق رح نتكلم على اي شيء رح تكلم من الناس وياك على تخيل انا مستغرب انت اردي ما شاء الله عليك يعني انت سي اوم الساش وانت عندك اردي خلي نقول بالحجم البروفايل تبع ساش اللي انت بتشتغل فيه مع حكومات دول من خلال مجال ساش وتخصص مع ساش انت اردي عندك برسونال براند ليش ما حبيت تأكسها على الانترنت ليش عملتها تخيل برسونال براند لطارق يعني لطارق ايه انا العكس تماما لما بدأ انا تخيل كان احد الشروط الرئيسية اللي تخيل انه بيني وبين نفسي وبيني وبين اصدقائي وزملائي يعني الناس اللي بيشتغلوا معاي على ساش وبيتعبوا فيها بنفس القدر مختار عمران احلى تحية احلى تحية نوجه اه طبعا وهلأ صاروا نصوح ويعقوب ومجموعة يعني اكبر وعمر كتير ناس يعني ورنا كلهم ناس بيساعدوا بيساش بصورة كبيرة جدا الهدف كان دائما انه التركيز على القصة او الهدف الرئيسي من ساش وليس الشخص اه تخيل موجودة اه وجد طارق ام لم يوجد تخيل تستمر الهدف الرئيسي هو تخيل وليس طارق طارق هو مجرد مؤدي صاحب فكرة بده يوصل فكرة للعالم الهدف منها كانت ممكن تعتبرها CSR ممكن تعتبرها Corporate Social Responsibility اذا بدك اتعمق اكثر اه انا عندي قناعة عندك المساحة يعني شكرا حبيبي انا عندي قناعة جدا انه احنا مستخلفين في الارض السبب الخلق انه اني جاعلا في الارض خليفة مين الخليفة انت انا فاطمة كل انسان خليفة لله في الارض وانت عندك دور الدور هذا فيه بيجي بيوم الايام تعرف لوحدك انه والله انا هدفي هذا هو ترى الموضوع مش عشان والله بدك تستفيد منه اه ولكن اذا بتطبقه وبتقوم فيه الفائدة العائدة عليك لا توصف قمة السعادة قمة السعادة عند الانسان لما يعرف شو الشيء اللي بده يعمله انا عرفت انه بيوم الايام جتني فيك لازم تعمل محتوى انا طول عمري بحب اعلم بحب ادرس بحب ببدأ اني اكون معلم ولما كانوا يسألوني زمان شو بدك تصير لما تكبر اقولهم فيه مرحلة معينة بدي اخلص شغل استقيل بدي اعيش بدي ازرع بدي اعيش ببيت بسيط جدا فيه مزرعة وبدي اعلم بالجامعة كان هذا هو الحلم بيت ارض صغيرة احب الحيوانات كثير لازم يكون فيه حيوانات اه واروح يومين ثلاثة بالاسبوع اعلمي بجامعة ليش لانه من ارقى من وجهة نظري من ارقى الوظائف اللي ممكن الانسان يعملها هو انك تنقل المعرفة شو المعرفة اللي عندك انقلها ما بقول اني خبير ولا عالم ولكن عندي بعض الاشياء ممكن انقلها مع تطور التكنولوجي لقيت انه تعالى نفكر فيها بدك اتعلمي بجامعة رح تدرس عشر سنين كل سنة حتدرس كم صف عشرة طيب عشرين بعشرة بمتين بعشرة حتعلم ألفين واحد حتأثر على ألفين شخص سلال عشر سنوات صح؟ صحيح اتطورت التكنولوجي ولقيت انه تعرف شو اي دونت نيد ماي بي اتش دي مش محتاج اعمل بي اتش دي خليني اقرأ مش محتاج شهادة تقول لي انه والله صار عندك بي اتش دي خلصت الماسترز الأولى والثانية مش محتاج بي اتش دي عشان اروح اعلم فيه بلاتفورم اطلع اعطي معلومات شارك خبراتك اللي بتعلمه بعشر سنوات الألفين شخص بتجيبه بمقطع واحد صحيح واتفاجأ فيما بعد انه بتجيبه أقل من مقطع بستوريا أقل من ستوريا يعني بتقدر توصل لعدد كبير جدا 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 من البشر أسرع ما انك تتبع الطريقة القديمة ألا وهي انك تروح تدرس بجامعة وما بقول ان تدريس بجامعة غلط ولكن انا وجدت انه هاي طريقة اسمع اذا بدك هذا هو الهدف من تخيل ليش تخيل مش طارع لانه بكرة بروح ان شاء الله تخيل تكمل يعني ما كان عندك ايغو كلنا عندنا يقول اول انا هذا انه انت تريد تظهر للناس بشخصيتك وبذكائك وبالكارزمة تبعك مش حكذب عليك وقولك لا او اسعد لحظاتي لما واحد بالشارع بوقفني بقول لي انا كثير بحبك وبحب محتوىك ما عاملك والله لا كلا وانني ليس لدي اي شيء من الان كلنا عننا الان شيء واقع وحقيقي جدا وموجود فينا كلنا ولكن ولكن لازم تخلي التركيز على الهدف الرئيسي ال انو الناس تعرفك بتيجي لحالها الشهرة بتيجي لحالها بس ما تركز عليها لو ركزت عليها والله لا تجيب لأيدها تشوف امتلاحنا بالموضوع هذا معلم الموضوع كتير بسيط طيب انت بدي احكي لقصة سريعة لو جيت سألتك عمرك رحت سألت واحد وقلت له شو بتشتغل قالك والله انا بشتغل مشهور لا طب حلو هاي النظرية عمرك رحت لواحد وسألته عفوا شركتك شو بتعمل قالك والله انا بنعمل فلوس لا لا الا اذا كان الفيدرال ريزور يعني اللي بطبعه فلوس حرفيا بطبعه فلوس صحيح في حدا غيره قالك انا بشتغل بعمل فلوس او انا بشتغل مشهور طيب شو هي الشهرة والمال الشهرة والمال هم باي بروتكت هم نتيجة نتيجة لعمل طيب تميزك في عمل معين ايا كان ايا كان يؤدي الى حتميا يؤدي الى شهرة ومال ركز هون ركز في العمل صحيح اعتقد الناس اللي يشوفون انت اتكلمت كثير على النجاح على شو النجاح وسألت الناس وجاء وقشفت المقطع انا كان جميل بصراحة بس اعتقد الناس يعني انا انسألت هذا السؤال في فترة من حياتي حتى تسألني قل لي انت شنو تريد قل لي انا اريد انجح قل لي الناس كلها تريد تنجح بس شنو تريد وانا ذيك اللحظة من سنين ممكن اكثر من 15 سنة ما عرفت شنو قصدة فيمكن الفكرة مالة النجاح والفكرة مالة الشهرة والفكرة مالة انه يكون اندي فلوس هي النتيجة بس ما حد يعرف شنو لازم يسوي بالبداية الخطوة الاولى تحدد انت شنو تريد اتوقع شوف كنت عم بقرأ كتاب حكيت اتوقع عنه بالمقاطع مؤخرا في كتاب اسمه Atomic Habits رائع Atomic Habits فيه نقطة بالكتاب نبهت لنعدة امور بصراحة اذا تاخد الحوار هذا معاي قبل ما اقرأ الكتاب كان ممكن اععد اجادل فيك 34 سنة لغاية لما اثبت لك انه اذا لم يكن عندك هدف فانت لن تحقق شيء تمام منطقي منطقي طيب ودخلت يعني 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 عايش طول عمري وانا عندي القناعة هاي انه لازم يكون عندك هدف وشانا تحقق شيء في حيث بقرأ الكتاب قاعد وانا باجازة والله يعني ما عندي شغل هيك بتصفح الكتاب ويفت عندي نقطة هيك وهات تقرأ فيها والنقطة اللي قرأتها تنافي كل ما اعتقدته لمدة طويلة جدا من عمري فبقولك انه يعني قديش مهم الهدف يعني كم الهدف اللي احنا بنحطه بحياتنا قديه هو مهم فانا بجاول ببراسي بقوله كثير اهم ايش في الدنيا الهدف اهم شيء في الكون لازم يكون عندك هدف وفاجأ بالكتاب بعدها بيرد عليه بقول لي ترى لا عادي مو مهم كثير مهم يكون عندك هدف اكيد ولكن هو بحد ذاته ليس بالاهمية اللي يعطيك القدرة على النجاح ليش ولكن كل اللي بروحوا على الجامعة شو هدفهم يقول شو انه يتخرج رايت اوكي ويتميز صح اوكي طيب هل الكل بتخرج نا طيب كل اللي بروحوا على الاولمبيات الاف اللاعبين بروح على الاولمبيات شو هدفهم يفزون يعني في حد طالع مثلا بدي ياخد رحلة يعني كله بدي يفوز بدي يروح بالدهبية بالميدالية طيب هل كلهم بيحصلوا على الميدالية نا طيب ما عندهم كلهم نفس الهدف ما الفرق بين الاثنين بقول لك البروزس عملية تحقيق الهدف طريقتك لتحقيق الهدف فالان الكل هدفه انه يجمع المال مش الكل عنده مال لانه مش الكل عارف كيف يجمع المال الكل نفسه يعني الغالبية خلينا نقول كتير ناس نفسها تكون مشهورة بس مش كلهم عارفين كيف ينشاره البروزس مختلفة تماما انت بتطلع هون والطريق من هون الطريق هو هكذا وليس هكذا سواء المال ولا الشهرة انا هي وجهة نظري فركز على شو اللي بدك تعمله ابدع باللي بدك تعمله وركز بس عليه وسيبك من الشهرة والله بتيجي لحاله 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 صحيح خاصة على الانترنت مية بالمية صحيح ارجع على موضوع دور الانسان كيف انت عرفت انه هذا دورك انه انت تريد تسوي هذا الشيء ما بعرف كيف عرفت انه بدي اعمل هذا الشيء اشوف لما بدأنا تخيل كانت وقت كورونا كوفيد 19 هتت ب2019 اخر السنة وتوقف الطيران بشكل كلي اتوقع بمارتش نفس السنة انتهى يعني خلق عادنا بالبيت اعرف انك تدعم مطار دبي بوكتها انا كنت بداوم عندنا مكتب في دبي وعندي مكتب في الرياض ومكتب في جدة وكنت بشكل اسبوعي بسافر بين مرة ومرتين اسبوعيا وفجأة بطلن نسافر وفجأة بطلن نروح الدوام وصدقعد بالبيت وصار عندي بدل ما كنت قاتل احصل على نصف ساعة صار عندي 16 ساعة كل يوم معملش هيه ولا ايش نقمة لا مش نقمة نعمة صار عندك وقت صلت بمختار بتقول لي مختار بدي اعمل محتوى قال لي بقول لي كيف يعني بتقول لي نصور محتوى وان نزله عن نت قال لي مين بتقول له انا صار يضحك والله صار يضحك فبقول له ليش ضحك وكليش مش تألفية بقول لي انت ما بتحب الكاميرا قلت له طب عادي بسير حبها انا فعلا ما بحب الكاميرا وبخاف من بخاف جدا من الكاميرا يعني اول فترة اذا بترجع للحلقات القديمة مضحكة جدا كانت لما يقولوا لي اكشن عمل هيك اجملت حرفيا فقلت له بعتلي قائمة بالاشياء اللي بدنا اياها بعتلي قائمة شارينا اشياء ولا الها اي تلاتين لازمة بنعرفش ما بنعرف نعمل محتوى شارينا كاميرات واضاءة وصوت والصوت شارينا غلط شارينا نيك مايك هذول الوايرلس وضل يقطع وبعمل دوشة كثير وبدأنا نعمل فعلا محتوى مش هتفين جوجل نعمل بنصرنا نعمل محتوى عن الكميونيكيشن ما ذكرت يعني عملنا سميناه هنا ساش عشو كنت مرعوب جدا من فكرة انه انزل محتوى قدام الناس شعور مش حلو ترى يعني انك تطلع هيك توقف قدام البشر شعور مزعج جدا لانه بتكون عرضة انه اللي يحكم عليك يحكم اللي يتنمر عليك يتنمر فهي بتعطيك شعور ب انك معرة انك واقف هيك كما انت وفارد ايديك ومنزل كل دروعك ونستنى الناس فبديها ثقة كبيرة بنفسك وثقة كبيرة بالناس طيب فعملنا المحتوى ونزلنا واتطور خلال فترة وصار ييجي فيدباك حلو عليه وصار ييجي فيدباك سيء عليه نحكي فيها بعدين اذا بدك الفيدباك السيء وبديت اعرف انه wait a second هذا ايش كتير حلو انا بدي اعمل كمان فاصلنا نفكر نعمل محتوى اطول صار نفكر نعمل محتوى للتيك توك صار نعمل محتوى للانستجرام وطلعنا بالبودكاست ويمكن وقت عرفت انه I love this this is very nice كتير حبيت الموضوع حبيت الموضوع جدا انه اعمل محتوى ذكرتني بشغلة انه يطرح دائما سؤال انه ناس يسألون سؤال انه كيف القى شغفي يعني انا من ناس كتير ناس يجون عليه يقولوا لي كيف اعرف شغفي وانا هذا السؤال يمكن ما عندي الى اجابة غير انه اخذ من كلامك يعني غير انت تكتشف الشغف مالتك لما تبلش تسوي فاتشي فمو مهم انت ش تسوي ما تحتاج تحدده شنو هو بالبداية انت تبلش بايشي يمكن الحياة راح تاخذك الشي انت جدا تحبه وما كنت تعرف وما كنت تعرفه اصلا موجود مية مية جرب جرب هذي وجرب هذي وجرب هذي يس جرب طيب وفيه شغلة كان فيه مقولة كنت كثير اكرهها الى ان اكتشفت معناها الحقيقي يعرفت قديش كنت غلطان لما كنت اكرهها تقول لك احب ما تعمل حتى تعمل ما تهب فانا كنت اقول ليش يا ربي اجبر نفسي احب شغلة ما بحبها ما انا بروح بعمل الاشي اللي بحبه على طول هيك انا فكرت فيها بطريقتها السطحية احب ما تعمل حتى تعمل ما تحب طلعت لها معنى مختلف تماما تماما طلعت القصة يا سيدي انا متأكد انك فهمها بس انا ما كنت فهمها لفترة طويلة جدا طلعت بكل بساطة انه انت اغلب الاشياء عقلك بقولك انك بتكره كذا عقلي كان يقول لي انت بتكره الكاميرا انا ما بكره الكاميرا انا بخاف من الكاميرا انا مش عارف اني بحب الكاميرا طيب حكيت قصة مرة لما ايجاني مصطفى مصطفى was my personal trainer فييجا بقول لي بقول لي بدنا نعمل training وبعد طوله اه اوكي بدي اياك تدربني وبدي اعمل fitness وبدي اخصر وزن وبدي اصحتي احسن الى اخيري فبقال لي اه اوكي قال لي بدي اعمل لك تقييم عمل لي تقييم تمام قال لي طيب انت بدك تشتغل على fitness بدك تشتغل على حجم العضلات بدك تكبر عضلاتك لانه you need to do that بتقول له طيب اوكي بتقول له انا ما عندي مشكلة بال fitness قال لي الفitness نعمل كارديو كتير بتقول لي بعمل اي شيء الا نط الحبل قال لي اوكي وروح ورجع تاني يوم مصطفى للعلم بالشياء مصطفى يعني انا طوله 190 هو طوله 195 طيب بس هو بيجي غرفتان وصالح ومعه مقطورة كبير ضخم راسه هالقد كتافه هالقد طيب وانسان صعب التفاهم معه هو لطيف جدا انا كتير بحبه بس وحش يعني وحش وصعب تتناقش معه يعني شو ما بيقولك غالبا بتحس نفسك تقول له حاضر مش مش رضا منك غصب فدخل تاني يوم مد ايده عنده شنت هالقد قده فدح طلع حبل عطانية والحبل قده هيك خميله تقيل فبقول له مصطفى انا قلتلك اي شيء الا نط الحبل فعطان الحبل قال لي نط قلت له مصطفى قلتلك ما بدي حبل قال لي نط فانا قررت انه يعني عشان احترم نفسي اخدت الحبل قال انه ما بدك نزاله اخدت الحبل وبديت بدي انط وانا فعلا بكر هنط الحبل وانا بنط الحبل يضربك من راسك طبعا يضربك برجولك من قدام ومؤلم جدا حبل البوكسنج جلد طاق 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 قلتلك بكر الحبل قل لي نط بدوق اكتشفت فيما بعد مهند انا ما بكره هنط الحبل انا ما بعرف هنط انا بكره الشعور اللي بيجيني لما بنط الحبل بحس بالضعف وبحس بوهن انه مش عارف شفت اني انا بحب نط الحبل لما تعلمت انط الحبل قصدك احنا في بداية اي شي نجين ريت نسوي لانه صعب علينا نحس نفس انه احنا نكره او نخاف من عنده تكره شعوره نكره شعوره اللي بيرجع عليك اه فهي الفكرة قبل ما تقرر انت بتحب تعمل محتوى ولا لا اعمل محتوى ابدع فيه لو ما حبيته بعد ما تبدع فيه فايرنا تجرب شيء ثاني كنت تفكر في صناع المحتوى الثاني لما بلشت؟ يعني درست ولا بحثت ولا شفتك شو تريد سوي لا لا بس انا فيه ناس كثير بحبهم كثير بحبهم هي مثلا احمد الشقيري كثير بحبهم صحيح طبعا اه اتفق معك انا رائع بحب كيف بيطرح المعلومة بقمة الهدوء بحب كيف بتحس ان هو بيحكي ما بده شيء يعني هو بيعمل محتوى بيعمل شيء من قلبه لا بيدور ورا شهرة لا بيدور ورا شكل لا بيدور ورا ما بعرف يعني بحس انه بيعمل الشيء من قلبه وبالتالي ان شهر وصل الى اعلى المراتب ربنا يوفقه كمان وكمان يا رب اعتقد نرجع على النقطة اللي ذكرتها اللي ان هو كان مركز على الشي الذي يسويه اللي يصير معانا حتى وإحنا صغار اهنا بدأ نفكر بالشيء للريدة اكثر من ما نركز على الشيء اللي بيدنا حاليا فيمكن نسلب الشيء اللي عندنا قيمته لاننا قاعد نفكر بالشيء للريدة رح اعتقد نركز على الشيء اللي انا هنا لما ارتاحيت كثير لما عدلت هاي الشغلة في شخصيتي لانك دائما اتطلع الى الشيء اللي اتسويه بينما الشيء اللي قدامي ممركز عليه بس لما قلت خلص انا رح اقعد على الشيء اللي قدامي واسويه كل يوم شفت نفسي انه بدأت اوصل اسرع على الشيء اللي اريده صح ايش بقولك جوردين بيرسون هذا من الاشخاص اللي كتير بسمع لهم رائع جوردين بيرسون تلعوني كمان مش شخصه كلامه عنده وجهات نظر لا اتفق معها ابدا ولكن هو شخصية جدا لطيفة طبعا وعنده كثير علم يستفاد منه شو بقولك بقولك انه الانسان غالبا بيركز على القمة بينما الواقع رحلتك من الارض الى القمة تاخدك 95% من الوقت الوصول على القمة لما توصل تقعد خمس دا وبتنزل يعني اذا بتروح تتسلق افرست مثلا اه لما تطلع تتسلق افرست الموضوع بياخدك شهرين ممكن ثلاثة صحيح حسب الجو صحيح ولما توصل على قمة افرست يجوز ساعتين ماكسيمم شو ساعتين دقائق وبتنزل واو يعني انا عارف هي الرحلة انا عارف هي الرحلة it's always the journey بس ما عمري فكرت بيها بهذه الانالوجي بعدين بقولك الانسان نفس الشخص جوردان بيررسون بقولك الانسان مصمم انه يصير افهل يعني مصمم بطريقته انه always يبحث عن التقدم شو بعدين يعني بوصل لقمة افرست اللي هي اعلى قمة في العالم شو بيعمل خلص next challenge بروح البيت وبيععد يعني بدر الشباني مثلا شريكي وصديقي واخي الحبيب تسلق السبع قمم ما شاء الله انا شفت شوية من الحلقة خلص السبع قمم فبقوله شو بقولي فيه واحدة اسمها كيتو بقوله شو هي واحد من اصل ثلاثة بموته لما يروح بقوله ليش خلص بسوى كل شي بدو يعمل كمان طيب راح على القطب الجنوبي بس ما وصل لل last mile بدو يمشي يعني حلو كيف الانسان دائما يبحث عن what's next فبقولك نفسه جوردن بيريسون بقولك انت تتسلق فبتصل الى قمة بتقعد خمس دقائق وفورا عندك شو بصير يعمله يدوره على اللي بعده القمة اللي بعدها واو لحظيا بقولك طيب اذا فرضنا انه رجل ختم خلص ختم قدي بيقعد مرتاح قدي خلص بيقعد وبيشرب الموكتيل تبعه عالبحر قدي يوم سنة عشر سنين how long انت تعرف ترتاح بعد ما تحقق خدشي انا كل يوم برتاح وكل يوم بستمتع بكل شيء عندي بس متعتي هاي هي يعني يعني عم بشتغل انا هلا في قمة المتعة انا هلا وكتير مبسوط اني قاعد معك me too اه يعني يعني هاي بحد ذاتها متعة والله ينزل البودكاست حضروه سبعة ولا اطناعش ولا اربعة ولا واحد الحمد لله great صحيح روحة اتذكر عشرين عشرين شخص هذا فصل كامل الرقم مش قليل نا طبعا لا تنسى everyone on social media يقارن هذا كم اندفوز وهذا كم اندفوز فمرات يلعب الموضوع على راسك بس احنا نعرف انه صناعة المحتوى خاصة للمحتوى العميق اردى سميه هذا اللي مش كثير ناس يسهو رحلت على social media هي ماراثون مو سباق يعني صحيح وجدت شغلة بالي وانت تتكلم عن الراحة انا مرات اتعب طبعا انا هذا الشي اسمه بشارك معاك كثير من افكاري عادة i don't do this انا مرات اتعب اقول خلص ما رد اشتغل بايش خليني مريح مثلا يوم ويومين تجي الويكن مثلا ما بسو شي بعدين ثاني يوم بالويكن اقول لأ لحظة عندي لازم اسوف احس فيه شي غلط كنت اشوف جيري ساينفيلد كوميديان دي يتكلم قبل كم يوم قال انا ما اعرف اوقف نفسي من الشغل فاقول انا على طول افكر في المحتوى مالتي اللي هو كوميدي فقال طبعا كانت المقابلة ما توي هاورد استرن فا ديقول انه القى الشيء القى المتعمالتك بالشيء المؤلم اللي تسوي ما ادري اذا قالتها صحيح بس ديقول الشيء اللي هو متعب جدا بس انت تستمتع به يعني في اشياء مرات احنا نسويها ممكن مو لنا ولا نفكر احنا نحبها بس نلقاها فاكر لما انت كنت تتكلم على انت اشتغلت اكثر من شغلة وبعدين دخلت في هذا الشيء اللي اريد مية بالمية مية بالمية في من يومين كنت بحكي مع صديق اللي سألني سؤال يا الله شو حلو بيقول لك شو الشيء رح سألق السؤال شو الشيء لو فرضنا انه كل شيء في الدنيا هلا you can get it for free مش محتاج ولا شيء تأثر على اللي بدك ايا بدك اللي بدك ايا بدك سيارة رح اخدها بدك اكل رح اجيب بدك بيت خد اي بيت money is not a problem خلص you don't need money مش محتاج فلوس نهائيا شو بتعمل what is the one thing you will do شو الشيء العمل اللي رح تختاره لك بالنسبة ليه شخصيا يعني العمل ولا الشيء اللي حصل لا انت بتدري تحصل اي شيء مجانا خلص الفلوس المادة بطلت بطلت احد الاشياء اللي بتحتاجها شو العمل اللي رح تعمله كشغل قصدك هل حظل نايم في البيت مثلا هذا سؤال جميل لا اعتقد احاول اجد شيء ما ادري يعني احاول اجد شيء بسيط بس لازم ألقف شيء شو العمل احاول ما ادري بصراحة ما يعني ما دي يجيب شيء بالي معي بإجابة اللي رح تطلع براسك براسك حاول هم وقال انا بقول لكم شو الهدف خليفة استخلفنا في الأرض اعمرها بنيها صلحها تشوف شيء خربان عدله ابعد الأذى عن الطريق اعطف على قطة ازرع شجرة ساعد واحد كبير ابتسم جاتني النصيحة من شخص والد لصديقي لكننا نتكلم عن الزواج فقد يقول لي الهدف من الزواج أنه يعمر في الأرض يعني شيء بشيء أنه أولادك كيف أنت تستثمر فيهم كيف تعلمهم كيف تطلع نموذج زين مثلا للمجتمع عشان يضيف إلى الإعمار مهند قناعتي كل شيء بتعمله لازم يكون مبني على هذا الهدف كل شيء كل شيء لما تروح النادي تتمرن أنت تعمل بالأرض لما تروح تشتغل بالدوام تعمل بالأرض لما تعامل مع الناس تعمل بالأرض متى توصلت لهذه القناعة ما بعرف والمضاع يعني مش هي مش شغلة بتصير معك هلأ يمكن وإحنا بنحكي طلعتك فكرة مثلا بس أنا استوقفتني الفكرة ذا كل يوم وقلتها أنت على تربية الأطفال من إحنا الأهل يربون الأطفال بطريقة معينة ويكبر الطفل يلقى أنه كثير من أشياء اللي تعلموها من أهلهم غير صالحة يمكن للوقت الحالي فبعض الأولاد لما كبروا وصاروا أدالت يضطر أنه يرمي دفتر الإرشادات هذا ويكتبه من جديد أتبقى ببعض الأشياء ثابتة أنا تدري ليش لأنا ماد أتكلم كثير عن نفسي بس أنا صار معايا الموضوع هذا في كثير أشياء اضطريت أنه أنا أعدلها لما هذا جزء من لماذا أنا قاعد أن نزل محتوى أصلا شوف هي أتوقع أنه في الحلقة اللي كنت تحكي عنها أنت أتوقع أنه في مش عند الكل عند البعض في خلل بتوحيد الهدف اللي هو الغاية التربية أنا يعني في حوار صار بيني وبين بنتي مرة فأقول لها أنا لما يجيتي قلت أنا عمري ما عملت هذا الشيء قبل أنه يكون عندي شخص أنا مسؤول عن تربيته أنا عمري ما عملت هذا الشيء بحياتي فهي أول مرة بدي أتعامل مع وظيفة زي هاي اشتغلت communication اشتغلت تعلمت بالexperience لما لما لقي صعوبة روح أسأل ناس يشتغلوا زي بالcommunication وشوي شوي صرت أحسن وأحسن وأحسن المشاكل اللي بواجهها بواجهها بالexperience اللي عندي من محاولات سابقة بس بالنسبة لل إنك raising a child إنك عم تربي طفل هاي يمكن أهم وظيفة عندي أنا وظيفة الأب أهم وظيفة بس ما ما بعرف يعني أنت إجيتي من غير دفتر إرشادات حتى سلك شاحن ما في كان يعني إجيتي لحالك فقلت لها قلت لها بابا يعني لو لو مفكرة أني بعرف ما بعرف فبدي مساعدتك أنت لازم تساعديني كيف أعمل الشيء الصحيح قلت لها كيف بتساعديني قلت لها بكل بساطة اللي عندي بقدر أعطيك إياه هو خبرات من الحياة أنا أكبر منك بكثير وشفت أشياء أكثر منك بكثير بحكم السن بحكم السن بس ما بعرف ظروفك كلها وما بعرف محيطك بأكمله عشان أكون قادر أني أساعدك قلت لها توصلت لهدف والهدف هذا المفروض فخور هدف التربية مش أنه أقول أنت عارفة أنت بنت مين ولا أنت ابن مين سواء هي ولا أخوها يعني ولا ابني الهدف أنك تكوني سعيدة ومبسوطة وفرحانة بحياتك قادر على أنك تقودي حياة جيدة عنصر فاعل بالمجتمع قادر على الإضافة لهذا المجتمع قادر على تحقيق الهدف من وجودك أنك تكوني خليفة مرة ثانية طيب طيب كل هاي الأمور كيف قادر أوفر لك إياها بإني أعطيك بقدر الإمكان كمية من الخبرات اللي أنت محتجاها بحياتك طيب كيف بدي أعرف أنه أنت محتاجة أني أكون أنا المرجعية رقم واحد لما تواجهك مشكلة اتفقنا بلات اتفقنا يعني I think we both got very emotional باللحظة هاي ما بعرف ليش بس يعني أنه أتوقع لو كل الناس بيربوا ولادهم على هذا المبدأ يتذكر الأنانية سيئة جدا فممكن كأب تكون أنانية ممكن كأم تكوني أنانية أنا بنجلة ما بسمع أم بتبهدل ابنها ولا أبي بهدل لولاده إنه كيف عملته هيك وكيف سويته هيك أنتو أنتو مش عارفين أنتو ولاد مين طز ولاد مين المهم هم المهم هم أنت بدك تكون سعيد ومنظرك يكون حلو بدك ولادك يكون ناجحين ومرتحين ومبسطين ولا أتكلم عن إعطاؤهم كل شيء أبدا تفهمنيش غلط بالعكس ولكن خلي الهدف موحد الهدف هم مش أنت كيف منظرك يعني لما ابنك يجيب علامة منخفضة ازعل إنه هو ما نجح ما تزعل شو صحباتك ولا صحابك بدون يقولوا عنك ابنك سقط طز فيك مش مهم مهم الولد فيم تقصدي طبعا طبعا فهمتك لأن أعتقد هذه واحدة من أكبر من الشاكل للأهالي إنهم يريدون طبعون الأولاد مثل ما هما شايفين اللازم يطلعون للأولاد على هواهم أو يشباههم بس هي غريزة هذي كمان الأنانية في كثير غرائز عنا لازم التخلص منها حب الذات لازم التخلص منها هاي غلق حب الذات المفرط ولا حب الذات بصورة عامة حب نفسك كلنا بنحب حالنا بس يعني يعني مش كل شيء الكون لا يدور حولك يعني الكون لا يدور حولي فهم أصدق يعني حب نفسك لازم تحب نفسك بس مش كل شيء it's not all about you بس أترجع على الموضوع مالت الحديث مالتك مع بنتك كم أمورها كان ما شاء الله لما تكلمت معاه هذا هذا الكلام 11-12 سنة أتدري ليش لأن أنا أنا عندي الفهم أنه الأولاد ممكن على عمر 7-8-9 سنوات يبدون يفهمون فعلا عليك الكلام اللي أنت قعد تقوله لما تبدي تعاملهم كأدلت يمكن حتى قبل قبل صح أنه تعاملهم كناس بالغين الأولاد بفاجئوك بفاجئوك دائما أديهم أذكية أديهم أحيانا كثيرة أذكى منا أكثر منا قدرة على القراءة المواضية هم بس بدهم توجيه توجيه الأولاد من سن مبكرة يبدوا يفهموا كتير أشياء تعامل معهم مثل ما تتعامل مع أدلت بيعطولك أدلت وتعامل معهم كطفل رح أعطيك تعامل تعامل معه أنه يعني مثلا دائما بقولهم الأهل بيزعله لما ابنه بيطلع حمار طيب وهو قضى نصف عمره بينادي ابنه يا حمار طيب ليش زعلان هل تتوقع نجاح الأولاد مسؤولية الأهل نجاح الأولاد في حياتهم مسؤولية الأهل أو كم من نجاح الأولاد يقع على عاتق الأهل نجاحهم في الحياة ما بقدرش أعطي لك نسبة ولكن أعطي لك بطريقة ثانية أولادك أنت تربيهم على مجموعة من القيم المفروض 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 محيطهم مدرسة الحارة لو بنزلوا لسه بالعب بالحارة ومن السوشيل ميديا أي حاليا من السوشيل ميديا طبعا بيأخذوا كثير من السوشيل ميديا فبالتالي أنت تخصص من وقتك لإلهم تعطيهم مجموعة من القيم وتحاول بقدر الإمكان أنك توجه استخدامهم للسوشيل ميديا بسن مبكرة تحديدا إلى أن تزرع مجموعة القيم اللي بدك إياها واللي أنت بتعتقد أنها مناسبة لإلهم بالتعاون معهم هذا الدور اللي بتلعبه هل هذا الدور 30% ولا 40% ولا 60% ما بعرف ولكن هم مسؤوليتك إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ الوعي سن الوعي اللي هو كم تختلف ما في طفلين نفس الشيء بصدقا ما في طفلين نفس الشيء في أطفال بيوعوا بدري كتير في أطفال بتأخروا مين اللي بعرف أنت اللي بتعرف اللي بتربيه أما هاي مثلا 16 سنة أو 18 سنة في ناس أنا بعرفهم عمرهم 42 سنة لسه ما وصلوا سن الوعي بالمناسبة الحد الآن ما تكلمنا على أنا زالتك السؤال السؤال مالة القناعات اللي نحتاج نبدلها اللي يعني أنت أوكي أنا ربيت ابني على القيم بس بنفس الوقت ربيت على بسبب الإيقو مالتي بسبب الأنانية اللي عندي ربيت أنه أنا أريدها يتصرف مثل ما أنا أريدها ومثل ما أنا يكون بعدين ينصدم بالواقع يكتشف أنه كثير من القناعات هي قناعات كانت إذا صح التعبير يمكن أقول بالية مو بالية بس غير صحيحة ولا غير واقعية بالنسبة لها فيضطر أنه يأيد كتابة قناعاته شو تسعاد غير يطلع السؤال بالي الفكرة هنا أنت صار معك الموضوع هذا وصلت فترة أنه لقيت بعض القناعات ما تشتغل لك عندي كل يوم والله كل يوم صدخا عم بحكي لك والله مش مزح يوميا بوصل لقناعات شوف إذا توقفت عن التطور يعني أنت شو وصلت للكمال اللي وصل للكمال يرفع إيضو يا جماعة يقولنا بالتعليقات أنا كامل مش اسمه كامل ما فيه ما فيه إذا توقفت عن التطور يعني مثلا موضوع القدوة موضوع القدوة ما بعرف يعني أنا لا أؤمن بالشيء اسمه قدوة فيه فيه شغلات بديهية قدوة رسول الله طبعا بكل تأكيد طيب كل الرسول قدوة صحيح طيب والدي قدوتي نعم بس مفهوم القدوة خاطئ مفهوم القدوة خاطئ ليه خد من كل شخص ما هو جميل وترك ما هو غير جميل يعني تتعلم من كل الناس نعم اتعلم من تصرفات الناس تعلم من شيء بتحبه بشخص أول شيء أشكر عليه عليه على الفعل وليس الشخص ليه لأنه هذا الشيء بيحسنه بيخليه إنسان أحسن مشير عنده دافع أنه يعمل هذا الشيء أكثر طيب بتشوف إي شيء بتكرهه بشخص بتحبه شخص بتحبه بتشوف شيء بتكرهه قل له نبه حييله قل له ترى هذا الشيء مجيد ليه دافع له يتحسن سوء أنت برأيك هل في قناعات عندي أو أشياء أنا بعملها ما بدي ولادي يعملوها آه أنا بتعلم مني ولادي مرات كلم من أولادي أحيانا عندي سؤال هنا أنا يصير معايا أريد أن أعرف من عندك حتى تكلمت عني أنت قرأت Ego is the enemy and شو كان الكتاب الثاني Ego is not the enemy Ego is not the enemy حلو هل والكتاب الأول هو اللي أقنعني أقرأ الثاني صحيح أنا قرأت Ego is the enemy ما قرأت الثاني هلأ إذا بعد ما أقنعك أنه Ego is the enemy ما صارت متفتح أنك تقرأ الكتاب الثاني مثلا Ego is not the enemy بس شوف الفكرة اللي عندي كانت أن هذا أتعلم من الكل فأنا موضوع Ego is the enemy قرأتها لأن كنت أريد أعرف أشياء ثانية يمكن أنا ما كنت أصلا عندي The ego is the enemy فهمتني يعني أنا الفلكسبلتي هذه والمرونة أنا أكثر أكثر مقولة تجبالي مرات قالت بروس لي من قلة Be like water my friend كيف أنت تتأقلم الماء أين تحطه على حسب الإنهاب يأخذ سؤالي هل يكون الإنسان مشوش لأنه يتعلم كثير أشياء أو لأن المايند ستتبعه أريد أتعلم من هذا أريد أتعلم من هذا أريد أتعلم من هذا أريد أتعلم من هذا كأنه هو ما يكون رأي سديد بعض الأحيان وأنت قلت بالبداية قبل قبل ما أنا بدي التسجيل قلت أنه أنا أحب الشخص صاحب الرأي حتى وإن كنت أختلف ويها أحب صاحب الرأي فلما تكون أنت في بالك أنه أنت تريد تتعلم من كل الناس وحالة مرونة في فكرك ما يشوشك هذا الشيء؟ أنا أرى العكس تماماً أنا أرى بالعكس كل ما كان عندك مرونة كان عندك القدرة أنك تتعلم أشياء أكثر ولكن 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 كل ما تعلمت أشياء أكثر كل ما اتضحت الرؤية في بعض المجالات أكثر على سبيل المثال في ثوابت لا تتغير لا تتغير شو ما صار زي إيش مثلاً هل الصدق أفضل أم الكذب؟ الصدق حلو تعال نقعد نتناقش أنا وأنت وأنت مثلاً وجهة نظرك أن الصدق أفضل وهي القناعة اللي أنت مبنية عندك وأنا يجيت بدي أطرح عليك موضوع أقول لك ترى الكذب دراسات جديدة أثبتت أن الكذب أحسن بكثير تمام؟ ها مثال ولا؟ مثال ما فيه لا لا كذب مو كويس أعدنا مع بعض نتناقش وعدت أهرج وأتكلم وأجيب لك حكي يمين وشمال وكلام فاضي هل استدت قناعة كل ما بتسمعلي ولا لا؟ ولا هتيجي بمرحلة معينة وتقول لي لا والله كذب أحسن؟ حسب إذا أنا set in my ways وقافل على الشغلة خلينا نقول أقول لك لا راح تبقى تحت شوية للصباح ما اقتنع أنا ما اقتنع بهذا الشيء ورح تزداد قناعتك به القناعة عمالت الشيء اللي بتعرفه هاي اللي بقول لك إياه لما أنت الفكرة ما تسكر الطريق على نقاش إذا النقاش ضد قناعتك الصحيحة ثق تماما راح تزداد فوق قناعتك قناعة إذا قناعتك تغيرت معناها قناعتك مبنية على مجموعة خاطئة من المعطيات قناعتك الأولى آه مجموعة خاطئة من المعطيات فهمت قصدي؟ يعني إذا اللي أمامك صاحب الرأي الخاطئ أقنعك آه معناها قناعتك الأصلية تراها مبنية على معطيات غلط آه ولا ما تغيرت أنا أنا ضد إغفال النقاش تماما أفتح النقاش تماما آه خلي الكل يحكي إيه تشلم سولي شو عندك هلأ إذا الهدف الشخص طبعا ما في شيء بالمطلق إذا الشخص اللي إمامك بتكلم بموضيع فارطة ما لهاش أي معنى أو أسلوبه بطرح الحوار خاطئ لا سكته فيه قاعدة بتقولك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة 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 ما تطرق عليه ما تقتل معه ما تحاوتن بتوجه نظرك سلامة 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 الله معك خلنتكلم عن النجاح النجاح بس ما ردي التعريفات ما ما عندي تعريفات انت شون تعرف النجاح النجاح اللي هو وصولك إلى حالة من الرضا بكل بساطة وصولك إلى حالة من الرضا عشان يكون النجاح مكتمل للأركان لازم ينبني على عدة قواعد نجاحك رضاك عن حالتك المادية لوحدها غير كافية رضاك عن حالتك الجسدية لوحدها غير كافية النجاح كم يتعلق فلازم يكون الرضا في عدة نواحي من الحياة بكل بساطة إذا صحتك كويسة صحتك الجسدية كويسة إذا محيطك محيط نظيف سواء كانت زوجتك أولادك أصدقائك أهلك مجتمع محيط فيك صحي أنت تمام هاي اتنين هاي تركها ونلعلي بعد هلأ بنرجع له طيب بعدين رضاك عن عملك شيء اللي بتعمله جيد فأنت ناجح بعدين رضاك عن صحتك الجسدية من ناحية قلنا والروحانيات اللي هي روحك سبيرتشول علاقتك مع مع الرب علاقتك مع خالقك أين كان أين كان إذا هدول الأربعة تمام الخامسة أقسم لك بالله ستكتب لي واحدة ألا وهي المادة تيجي لحالة إذا اكتملوا هدول الخامسة وكنت راضي عنهم فأنت ناجح كل بساطة يعني تقول أنه ركز على الأربعة ركز عليهم كلهم الصحة والأسرة المحيط صحة الأسرة الصحة الأسرة والمحيط هي واحد أخدقائك مرات بيكونوا زي عيلتك صحيح ولا لا صحيح مي بالمية صح صحتك النفسية والروحية والروحية طيب عملك عملك المادة تيجي لحالها المادة لحالها والله بتيجي لوحدها إذا كنت ناجح بهدول الأربعة الخامسة بتيجي لحالها الكارثة وين إذا سقطوا شو بيضل سقطوا الأربعة ومعاك الفلوس كتير ما يتم نجاح شو بيسير راح نعملها بلوع بالشباب فكرة بس صحيح طيب ليش؟ لأنه اسمع برضو حكناها مرة في أحد الحلقات بقولهم أنه هل مثلاً شخص ركز فقط على صحته الجسدية وصار مستر يونيفورس بادي بيلدر ناجح قوي كل شيء مع مين راح يحتفل؟ معوش فلوس؟ ما فيش أصحاب؟ فيش أهل؟ وقيسهم كلهم أسرتك بتجنن محيطك بجنن طول وقت مع أصحابك تستثمر فيهم طول الوقت على حساب عملك على حساب صحتك النفسية حساب صحتك الجسدية شو هيصير بالآخر؟ بالانس توازن توازن بين الخمسة هل الحظ مهم للنجاح؟ ما في حظ لكل مجتهد النصيب ما في حظ مش موجود؟ لا أعتقد العدل بقول أنه ما في حظ ولا ولا الفرصة المناسبة أو تواجدك في وقت معين يعني اسمع هذه القصص مثلاً في وقت معين كان السبب أنه شي نجح مثلاً أعطيك مثال قبل اليوتيوب كان في برنامج ثاني ما أعرف شنو اسمه ما أتذكر شنو اسمه نفس الفكرة لا مو فاين نفس فكرة اليوتيوب لكن ما نجح لأن سرعة الانترنت كانت ممضي كالسرعة فما قدروا الناس يشوفون الفيديوهات السرعة العادية وإذا استمروا بالعمل يشوف الفرص بتيجي بكل تأكيد السؤال مين اللي بيربح الفرصة المستعد اللي كان موجود اللي كان موجود مش المستعد اللي كان موجود اللي كان موجود اللي كان يعمل فهم قصدي؟ يعني أنت بتقولي من شوي بتقولي أنا كن بدي أبدأ البودكاست من أمتى؟ من 2018 طيب إحنا من 2023 من خمس سنوات إنت متخيل شو كان؟ أكثر كان متعر أثورتي متخيل لو من 2018 تخيل موجودة؟ أثورتي وبرسستنس واستمرارية ورتابة في العمل بكل بساطة اسمع موضوع الحظ هل بيلعب دور؟ أنا لا أعتقد أنه في حظ أنا متأكد في ناس رح يزعلوا من كلام اللي بقوله أنا برأيي ما في حظ اعمل اعمل واستمر بالعمل وضلك لو تحسن بسيط كل يوم واستمرارية الاستمرارية إذا استمريت أهم من الحظ اه أنت قلت أصلا موجود أهم من الحظ ما أحبك بس هقولك أهم من الحظ بس أنا برأيي ما في شيء اسم حظ هل المعاناة ضرورية للنجاح؟ يعني هل لازم تتعب بحياتك حتى تنجح؟ لا بوجهة نظري بس مرات لازم تعاني مرات لازم تعاني يعني ممكن تصير الظروف اللي حواليك أنه تعاني هل هي بنفس السهولة للجميع؟ لا لا إنسان نشأ في محيط سيء أسرة مفككة أو مجتمع يعاني أو مثلا مثلا نطلع على اقتصادات تعبانة مناطق تمر بظروف سياسية سيئة أو مناطق نزاع عرقي أو قبلي أو 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 سياسي ما حقول لك والله إنه لأ هم نفس الفرصة ممكن يعملوا نفس الشيء لا هذا انفصال على الواقع في ظروف صعبة في ظروف صعبة في اقتصادات سيئة جداً جداً طيب ولكن السؤال السؤال هل اللي اشتغل؟ ولي ما اشتغل في هذا المكان نفس النتيجة؟ ما أتوقع ما أتوقع فبغض النظر كنت أسد أو غزال لما يطلع الصباح لازم تكون تركض بس هيكل اللي بقوله زين هل الزواج أو الاستقرار الأسري مهم للنجاح يا الله جدا كيف جدا أنا من وجهة نظري جدا لا تكتمل مع مين راح تشارك نجاحك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرين وأنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله يأطقاكم لا شك طبيعا في شغلة كنت عم بقراءها away from religion بقول لك الشيء الوحيد اللي موجود داخل الخلية إذا بترجع للخلية الأولى الشيء الوحيد اللي مطبوع داخل الـ DNA في كل خلية من جسدك هو الاستمرارية والتكاثر أدى الـ DNA level أدى الـ cellular level كل خلية في جسدك هدفها إنها تتكاثر الزواج أكيد طعم آخر للحياة طعم مختلف تماما للحياة كل نجاح يضاعف بعدد أفراد الأسرة لما تشاركوا معهم وكل زعل يقسم على عدد أفراد الأسرة إذا كانت الأسرة صحية طبعا إذا مش صحية لا إلا تحسن آه آه لازم تكون صحية طبعا مية بالمية لازم تكون أسرة صحية نعم العلاقة صحية وإلا بلاها أحسن طبعا كشو تتوقع أكبر مشكلة في العلاقات تخلي الناس ما يستمرون أو تخليها تكون غير صحية هندخل بالحيط هات أحب القصص هاي أقول شو السؤال؟ السؤال أنا شوف جماعة في ريحة إدهان بالغرفة فلا تأخذونا على الكلام اللي بنا نقوله قول أنا أورادي أنا لك هاي من ورا ريحة إدهان سوري لا لا عادي شوف أنا الملاحظات اللي عن الألاقات في في الخلل اللي أشوفه إنه واحد من الطرفين مو قاعد يحاول هادا الشي اللي أشوف أنا هادا شو تشوف وين المشكلة؟ ليش بعض الناس يعرفون ويقدرون يكونونش علاقة صحية مثل ما قلت أنت وتساعدهم فلوريش وبعض الناس كثير في مشاكل أتوقع أتوقع المشكلة إنه دائماً ننظر ننظر الأمور من وجهة نظرنا والعلاقات أولها ترى مو سهلة يعني أنت الشخص بيكون عايش لحالي لفترة طويلة من عمره فجأة بيصير جزء من مؤسسة مبنية على عمدين والعمودين هدولا بيخلفوا عواميد صغار كثيرة فبيصير في مجموعة من الأعمدة فالقصة إنه طول ما أنا شايف الموضوع من وجهة نظري ومصمم على وجهة نظري وما بحاول أشوف من وجهة نظرك يعني أسرك سؤال لو في أمامنا سور بهذا الشكل من نص فأنا بقول لك السور ما يلا بره أنت بتقول لي السور ما يلا وين لطحت لجوه لعندك أنا بقول لك لا ما يلا بره تقول لك ما يلا جوه فأقول لك لا لا بره لا لجوه وإحنا بنحكي عن نفس الشيء تمام فالفكرة اللي بدي أوصل لك إياها تسعين بالمئة من المشاكل اللي بتصير بين الشخصين بيجي أحد الشركاء بيقول للشريك الآخر بيقول له أنا كل الأشياء اللي بدي إياها أنت ما بتعطيني إياها فهو برد بيقول له أنا ما بحدد ذكر أم أنثى يعيش عشان ما ما تنفهم إيش غلط بعد كل اللي عملتلك إياه بتقول لي ما عملتلك إشي هو عمل بس ليش اللي هذا بده إياه والعكس صحيح فهم أصدي؟ طبعا إيه فهي اختلاف اختلاف الأشياء اللي أبحث عنها التواصل يا سيدي كثير مهم التواصل جدا مهم فهم تتخيل لما أقول لك شو الشياء اللي ببحث عنه كثير أسهل عليك تعطينية فهم أصدي؟ يعني قصدك أنه في ناس يعبرون عن حبهم بالطريقة اللي هم مفكرين أنه هذه هي الطريقة الصحيحة للتعبير عن الحب بينما هي مو هذه الطريقة اللي الطرف الثاني يريدها اسألها اسألها طيب إذا هي ما تتكلم يعني مثلا يعني ما تتقول تريدني أحزر مثلا خليك ذكي اسألها يعني جرب حاول لذلك لا يجب أن تتكلم في طريقك لا شراكة لا أنت ولا هي أنت داخل على شراكة أنت داخل على شراكة كيف ننزل من التل هذا مات الإيغو أنا مقتنع شو أول خطيئة بنعرفها إحنا بثقافتنا وديننا أول خطيئة أول خطيئة ما تحضرني أول خطيئة ارتكبت في الإسلام شو هي؟ يعني حسب الكتاب السماوي القرآن القتل؟ قبل الزنا؟ قبل بكثير الكفر أمتى؟ من شنو قصدك؟ لما ربنا خلق آدم أنت صعب علي لا 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 أنا بس الفكرة بقول لما ربنا خلق آدم أنت بتحكي عن الإيغو الإيغو اللي هو الأنا الأنا أحسن أنا أهم أنا أفضل طيب فلما ربنا خلق سيدنا آدم في خطيئة ارتكبت آه أوكي قصدك علاقته مع حواء وكل شيء؟ قبل أول خطيئة أول خطيئة ارتكبت لما الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم الأغلب بقول لي التفاحة بقول لهم أو الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة لا فيه قبل فيه قبل لما ربنا خلق سيدنا آدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا وشو عمل؟ استكبر آه أول خطيئة الاستكبار آه اللي بقول لك هي أنه موضوع الإيغو تحديدا لما أبا واستكبر لاحظ شغله لما آدم غلط وسيدنا آدم وسيدنا حوى لما اقتربوا من الشجرة أو أكلوا منها ربنا ألهمهم كلماته تاب عليهم ليه؟ لأنه ما عملوها من ناحية إيغو بينما إبليس الإيغو لما استكبر طرد من الجنة لحظة طرد فورا ليه؟ هذا إذا فيه كانسر هذا هو يا سيدي الإيغو هو اللي بيخليك تزداد غلط فوق غلطك حتى لما تعرف النصاحة الإيغو هو اللي بيخليك تكرر نفس الأغلاط إلى ما لا نهاية ليه؟ لأنه أنت اللي عملته الإيغو يمنعك من أنك تاخد رأي للشخص اللي قدامك الإيغو يمنعك أنك تتحسن الإيغو يمنعك من أنك تنجح بشغلك الإيغو يمنعك من أنك تاخد أفضل ما عند موظفينك الإيغو يمنعك من أنك تستمتع بحياتك مع زوجتك وأولادك الإيغو أنا الرجال أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت يا سيدي وهي مش قوة هذا ضعف قمة الضعف أنك تكون معتد برأيك لدرجة أنك ما تسمع الآن هل هناك فرق بين الثقة بالذات والقناعات وبهين الإيغو طبعا طبعا بكل بساطة تعال هلأ قللي طارق أنت عندك واحد اثنين ثلاثة غلط أكتر إنسان ممكن يجادلك في الدنيا أنا لأنه عندي قناعات ثابت ما بتتغير صعب تتغير صعب تتغير ولكن بس معلك ما هقلل منك ما هتنصخر عليك هل بغلط أكيد 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 وحربك مع الإيغو مستمرة هتيجي تقول لي طيب طارق استنى أنت مكبر الموضوع شوي هقولك طيب لا يدخل الجنة من في قلبه متقال وذرة من كبر محنا كلنا بنتكبر ما هو ما قالك لا يدخل الجنة من يتكبر كلنا بنتكبر بس لما تترك الإيغو ياكلك مرة على مرة على مرة على مرة ويدخل ويعشر جوه قلبك انتهى موضوعك ثق تماما انتهى موضوعك هاي قناتي رائعا سألك أسألة سريعة دوس أصلا المفروضة ما رجعنا للأسئلة هذي لو كنت راح تكتب رح نطلع شوي من جو الأمق اللي كنا فيه مطلع وين بدك بالنسبة تحب هذي المحددات العميقة I think that's ممكن نقعد 8 ساعات زي هكي نحكي مع عندي مشكلة وانا كمان نفس الشيء للصبح ومن ثم أحسنت أحسنت تعالوا وقال لي طارق لن تسألت مرة أخرى هلأ أصد تعرفني يمكنك تسألت المتحدة أحسنت لا أعتقد سأقوم بشكل أخرى بس تسألت لا أعرف أن أتكلم معك على أثير أشياء ما عندي مشكلة أبدا أبدا تعالوا وقال لي طارق والله we can do better سواء الـ setup بنغير كدا I have absolutely no problem I mean it from the bottom of my heart I appreciate it شكرا على التواضح هذا زين لو كنت راح تكتب كتاب عن شو راح تكتب إيغو مية بالمية إيغو عشان كيف الواحد يتخلص من إلي وشو رسالة الكتاب ممكن تكون شو الشي اللي تريد الناس يتعلموا بعد ما يقلون الكتاب لحظة لحظة الإيغو بمفهوم الكبر لأن الإيغو ترى هو كويس يعني الإيغو حسب النظريات هو الإيغو هو واحد من ثلاثة فيه الإيدي والسوبر إيغو والإيغو الإيدي هو الجنون اللي عند الإنسان اللي هو يعني إذا بتتعارض معي بقتلك هذا الإيدي السوبر إيغو هو هو بحث لا ما عليش عادي يضربني كف ويمشي بسامح هما هما اللي هي الإيغو هو اللي قاعد بين الاثنين يتناقش ما بينهما فهو هو اللي يجمع ما بين الجريمة والمدينة الفاضلة هو اللي بيعمل النقاش ما بين اتنين وبيعطيك شخصيتك اللي انت قائم عليها نتكلم عن الايغو اللي هو جنون العظمة او الانا الكثير فهو تقريبا عن هذا الموضوع كيف تتوقع راح يكون العالم بعد خمس سنين جميل جدا جميل جدا كيف انا هيك ايجابي انا ايجابي مثلك انا متوقع في مشاكل راح تصير اكثر انا شايف انه العالم بدأ يشعر بالمشكلات اللي بنواجهها بدأ يشعر بواثرهم الشديد على المجتمع الانسان بيصحح ذاته بيصحح ذاته كجموع اتكلم كبشرية بتصحح ذاتها احنا نرفض الخطأ بطبيعتنا مرات بننحرف عن المسار ولكن انا شايف انه فيه توجهات جيدة جدا هالايام المحتوى الهادف قاعد بزيد بمنطقتنا العربية بشكل كبير جدا الناس زهقت من التفاهة الناس بدأت تعصب على بعض الامور زي الانفلات الاخلاق اللي عم نحضره انا حاسس انه فيه شيء جيد رح يصير رائع اوكي هنا قناعة اتنين تا هكتوق هكتوق لان انا اخاف لا تزيد الحالة حلو الخوف جيد الخوف جيد هو اللي مخلينا نعود ونسجل محتوى يا بالضبط حتى ذكرت لما سألوك لوكت ليش نزلت على التيك توك محتوى هادف which is like كنت اسمع قارفيد يقول التيك توك كان لسه طالع ايش دا تسوي عن استجرام حاليا نروح سوي نفس الشيء على التيك توك انه كمحتوى موسيقي كمحتوى هادف كاي محتوى ما برافز اسمعت هاي مني قبل هيك ماند ولا لا اسمع ما حدا يطلع يحكي التيك توك سيء التيك توك مش سيء التيك توك بلاتفورم بالضبط انت اللي سيء صحيح انت اللي سيء طيب لما قاعد انت عم تتفرج وبس بتقول لي لا هذا ما بنحبه طب شو عملت يعني يعني بس قلت انه مش كويس شو عملت عشان تغير هذا الواقع بدك تسكروا عن اولادك قلت لك حاول رح يوصلهم طول ما انت تارك المجال للاخرين ويتكلموا وانت ساكت تتحمل العواقب شان هيك انا بقول للكل اي واحد عنده القدرة على صناعة محتوى اي حد يجب عليك صناعة المحتوى لو عندك القدرة صحيح صحيح انا اتفق وياك صح شو نغرب ميسج وصلك على السوشال ميديا ما حذكرها بالضبط هم مش وحدة هم مجموعة مسجات اغرب مسجات تخليني افكر كثير هم الناس اللي بيشاركوك their most intimate secrets وشخص بيطلع بيقول لك عن مشاكل يواجهها مع والده بالتفاصيل او شخص بيقول لك على مشاكل اثرية بواجهها او مشاكل شخصية بواجهها وبيحكي معاك بكمة الاريحية فبيعطيلي شعور مرعب بخاف انه وهاي تليمي دس ليش بتقولي هاي التفاصيل هل عندك قناعة انه اول اشي من وينش بتثقة فيه انك تعطيني هاي التفاصيل اتنين قدي انت مسكين تعبان انك تضطر تحكي to a complete stranger هذا المستوى من التفاصيل عن مشاكلك وفكتير احيان بختار اني اعمل حالي ما شفتها غير انه ما عندي جواب ما بعرف عمش عارف بس مواش يمكن هذا الشي انا تجي نفس المساجات يمكن هذا مؤشر لش قد فيه ناس ما رد اقول يعانون بس يمكن ما في حد حواليهم يفهمهم او يسمعهم يبحثون عن شخص يعتقدون انه هو فاهم على السوشال ميديا ويمكن فيها نوع من الكمفورت انه هو غريب انه شخص هذا غريب بالنسبة لهم حتى يقدرون يحكوا لكل شي بخوفني كتير كتير بخوفني صحيح شو النصيحة اللي تتمنى لو حد اعطاك ايها لما كنت صغير كتير كنت بتمنى اسمع النصيحة اللي بتمنى انه حد اعطاني ايها ونصغير انك لما نفسك بشيء اعمله يعني ما تستنى ما تستنى الوقت المناسب ولا المكان المناسب تستعمل ابدأ يعني ما تفرط التفكير اه لا ابدا اعمل وخبس وتعلم بس كنت تفرط التفكير قبل وانت اصغر مثلا يعني قبل ما تريد تجي تسوفي شي مهم اه ما بعرف اذا كان كانت همتي همتي مش زي هلأ هلأ همه يعني عادي خلاص بسوي في الشيء على طول بنسوي يمكن صرت اخاف اقل يمكن اخاف اقل بكثير نصيحة ثانية بتعرف شو كمان بصراحة يريد حد نبهني على اهمية الصحة البدنية الوعي ما كان موجود عنا يعني من اصحاب اللي بعرفهم كنا خمسين واحد مثلا اثنين بروحوا على الجيم ما كان حد ينصحنا انه روحوا ايلعبوا رياضة ما كان ايامنا ما كان هذا الشيء موجود هلأ قاعد بزيد اه اتفق لو كنت راح تسافر لأي حقبة زمنية في التاريخ اي حقبة راح تختار بندفع كلهم في كتاب كان نفسي اكتبه مرة سفرت على ايطاليا وجلست الى جانب في فندق جنب سور روم سور روما فروحت جلست في مقهى المقهى اه كتير صغير ومش مقهى هو بيكري وبعمل الاسبرسو طيب فروحت الصبح بكير نزلت اتمشك هات الساعة يمكن ستة الصبح لسا عم تطلع الشمس وحيت شريت في جان اسبرسو عادت برة كانت دينية برد وقدامي السور هذا القديم جدا فتخيلت انه لو بفتح السور تخيل تخيل تخيلت لو بفتح السور الباب فيه كان فيه باب قديم جدا السور عمره 3000 سنة تقريبا فتخيلت انه الباب بفتح وكل يوم بروح بشوف انجان قهوة وكل يوم بطلع كاركتر من حقبة زمنية مختلفة واقعد اصالف معهم اصالف معهم عن ايش عن الاشياء اللي عم بتصير حاليا في عالمنا يعني مثلا تخيل لو اطرح موضوع على مثلا نابوليون اقول له صار في فيسبوك ولا ولا اتكلم مثلا عن شخص زي زي مثلا ستالين قدت هذه الاسئلة تجي على البالك على طول هذه دعوية الاسئلة فكننفسي اعمل يعني كتاب عن هذا المكان انه اروح اعود هناك واتقابل مع شخصيات تاريخية قديمة على مختلف تطرفها الايجابي والسلمي بداعود مع الكويس والسيئة ازلون يزنهم ما يأذون يعني بس انه اطرح عليهم مواضيع من عالمنا اليوم واشوف ردد فعلهم رائعا طبعا انا ممكن اسألك بعد ثلاثين سؤال ايما انا كتير محب باللهجة العراقية الله يسألك لا سأنت عشرت العراق فترة صحي انا قاعدت في العراق فترة ليست بطويلة ولكن كانت وقت العدوان على العراق اللي هو التسعينات التسعينات حرب الخليج الأولى واحد تسعينات وهذا تسعينات وطلعت بالواحد تسعينات فترة قصيرة جدا ما كانت مريحة على الفترة ذكرياتي في العراق جبيلة جدا يعني طلعت انا قبل العدوان طلعت ستة واحد عام الواحد وتسعين والعدوان على العراق بدأ يوم تربطاش واحد اتوقع انا اشكرك كثير والله شكر اليك اكبر على وقتك وعلى تواضعك ومثل ما قلت لك انا حبيت اتعلم من عندك كثير اشياء وفعلن تعلمت في عندك والله تعلمت في عندك اكبر الله يسلمك هذا شهادة شكرا شكرا